السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزيكم شباب ان شباب ان شاء الله يكونوا كل بخير معاكم محمد شاوي من فيتفور ارابس. الحقيقة الفيديو دوت انا كنت عايز اعمله موجه او المشتركين معايا فيرمة التبريب الشخصي. للتعليمات العامة اللي بدها لهم والحاجات اللي يخلي بالهم منها. فقلت اعمله بواجه عام للناس كلها عشان خاطر الناس كلها تستفيد وننزلوا على القناة وان شاء الله تستفيدوا منها. الحلقة ان شاء الله تكون بسيطة وسريعة بعنوان شدة التمرين واهميتها للتقدم. او خلينا نقول من شكل موسط كده ان لازم تشقه وتدعف في التمرين عشان خاطر تلاقي نتيجة. لو فيه جم المشترك فيه الف واحد تسعمية منهم هيكونوا بيتمرنوا بالطريقة اللي انتم هتشوفها دلوقتي. يعني تسعين في المية من المشتركين في الجمات اللي احنا بنشوفهم بيتمرنوا بالطريقة اللي احنا هنشوفها في الفيديو اللي عاملينه دلوقتي. ده طبعا مشهد تمثيلي او فيديو تمثيلي انا عامله في الجم حتى نخاطر اوصل لكم به المعنى. زي ما احنا شايفين دلوقتي ده واحد بيتمرن على الجهاز اداء التمرين بتاعه سهل جدا وسالس ما فيش اي مشكلة. اه الوزن اللي بيتمرن بيه وزن يا قبر خفيف نسبيا. بيتمرن كأنه يعني ايه? بيلعب مراجيح. اه بصوا بيتتاوب. درجة ان هو قد ممكن ينام على الجهاز. ولا فيه اي تعبير في وشه. ان هو تعبان. او ان هو بيبزو المجهود. او ان هو في اي حاجة بيعملها فيها مقاومة. وشه ما تلاقوش فيه نقطة عرق. فيه ناس بتخش الجيم يا جماعة. ليه قاعد ساعة ساعة ونص. من اول ما دخل. لحد ما خلص تمرينه وخرج. وشه تحس ان هو عادي. ان لو واحدة حطها وشها هتخرج بالميكوب بتاعها تاني. كأن ما فيش اي حاجة تأثرت في وشها خالص. واحد برضا يا شباب تلاقيه بيتمرن. لابس تشارة التمرين الجميل بتاعه. من وقت ما دخل الجيم زي ما خرج به. يعني حتى مفيش ندعي عرق ظهره على التشيرت. هتقول لي طب يعني ايه علاقة العرق بالتمرين? هقول لك صح. ان العرق مش مقياس ان انت خسيت او ان انت حرقت دهون. طبعا الكلام دوت اتكلمنا فيه قبل كده وقلنا ان ده مش مقياس خالص. طيب العرق دوت بينتج عن ايه? بينتج ان الجسم بيحاول يعادل درجة الحرارة بتاعته. ان اجزة الجسم وجسمك من جوه سخن. فالجسم اضطار ان هو يفرز المية اللي احنا بنشوفها في صورة العرق دي عشان خاطر يرطب الجلد. عشان خاطر يرطب حرارة الجسم. لكن ده معناه ان في حركة حصلت في الجسم. حركة كبيرة او مجهود كبير. ادى لاستنفار ان الجسم يستنفر ويخرج المية ده عشان خاطر تبرده. فانت ما ازاي بتتمرن? وازاي ان تعمل تمارين مقاومة? وازاي بتعمل مجهود كبير? وانت ما بتعلقش? او ما فيش اي دلالة خالص على وشك ان انت بتبزل مجهود. يبقى المجهود اللي انت بتبزله مش موصل جسمك للمرحلة دي اصلا. يبقى مجهود بسيط جدا. طيب الصح يا شباب. احنا مفروض دي بقى اداء نعامل ازاي? لانا كلمت في حلقة عن او زيارة الحمل التدريبي. وقلت ان احنا لازم من كل اسبوع او كل فترة هنزود الحمل التدريبي بتاعنا. ده بعد وماشى التمثيلي انا عامله عشان خاطر اوريك. انت مفروض يبقى شكلك عامل ازاي وانت بتتمرن. انا عايز لما خش الجمه شوف الناس كلها بتتمرن بالشكل ده عشان خاطر يبقى فيه نتيجة. عشان خاطر تلاقي نتيجة لازم يبقى فيه منقاومة. لازم يبقى فيه تعب. لازم يبقى عليك اجهاد. لازم يبقى باين على وشك ان انت تعبان. تعالوا نشوف مع بعض المشهد كده. او من اول عدة انا قاصد اوريك ان انا باخد نفسي شهيق وزفير. وفيه صعوبة بص على ملامح وشي. يعني فيه طبعا الوزن زاد وفيه منقاومة زيادة. المنقاومة دي هتلاقيها باينة على اثار وشي. انا بدفع بص اخر تلات عدات. صعبين ازاي? ادي العدة. التالتة. ادي الرابعة. ادي العدة الخامسة. تبصوا في وشه كده هو هو بيتمرن حس ان الراجل ده بيتعف في التمرين. اه ده فعلا ده شقيان في التمرين بتاعته. هنا بقى هتلاقي نتيجة. لازم كل الناس تتمرن بالشكلة ده جماعة. لكن التمرين اللي هو تحس ان انت بتتمردح ده ده مش هيديك اي نتيجة خالص. تعالوا نشوف مثال تاني مع بعض. ده تمرين اللي الناس كلها بتلعبه. طبعا انا هنا بلعبهم غير وزن. خالص عشان اقريكي المسال بيكون واضح. بص ما فيش اي علامة خالص تدل ان الراجل دوت بيتعف في التمرين. من اول عدة لاخر عدة بيجيبها. ما فيش اي حيبس ما لمح وشه. خالص. عيس ان هو لو حد غطات بطنية ممكن يروح في النوم. يعني حاجة فظيعة جدا. طيب نيجي بقى نشوف لما هنعمل التمرين دوت بوزن مناسب. انا مش بقول لك ارفع وزن عالي فوق وزن فوق الوزن اللي انت تقدر ترفعه. او فوق طاقتر. لأ. العب الوزن المناسب ليك. بس اللي يحقق لك مقاومة. اللي يحقق لك المجهود البدني. زي ما احنا هنشوف كده دلوقتي. بصوا من اول عدة. من اول عدة في المقاومة. بص عام لمح وشي. في حاس ان انا ببزو المجهود. بتزوء الوزن بتتعف فيه. بص اخر عدتين. اخر عدتين. بص انا هعمل دلوقتي. اهو. ونزلت غط اخر عدتين. ليه? في مجهود. لازم من العدة الاولى للعدة العشرة لو انت مثلا بتاخد عشر عدات. من عدة الاولى للعدة العشرة يبقى فيهم مقاومة. وخصوصا اخر عدتين او اخر تلات عدات. لازم يبقى فيهم مقاومة عالية جدا. لازم تجدهم وانت يعني خلاص. ان انت يدوبك تحط الوزن بتاعك على الرنج او على الحامل بتاعه. لكن الناس اللي هي بتلعب. وتدخل الجيم زي ما بتخرج. ده مش هيلاقوا اي نتيجة خالص. وتقدموا ما يكون بطيق جدا. وعلى قدر تعبك على قدر ما هتشوف نتيجة. فالليها قاعدة كده يحطها في دماغك. على قد ما تتعب على قد ما هتشوف نتيجة. صحيح ان احنا بنقول ان الموضوع سبعين في المية دايت وتلاتين في المية تمرين. ولكن التلاتين في المية ديت لازم تؤديه على اكمل وجه. لازم تؤدي التلاتين في المية بتوع التمرين بتاعت بجد. بجد وتعب وتشقى في التمرين. هتقولي طب انا ما بعرقش. انا بتعرف في التمرين بس ما بعرقش. مش شرط ان انت تعرق ان انت يعني تجيب عرق من جسمك كله او وشك يبقى غرقان عرق. لا ولكن ان انا بص يلك في وشك. يا اخي اشوف وشك احمر مثلا. اشوف وشك كده مظنهر. اشوف مثلا بتاخدي نفسك. بتنهجي. لكن ان انا بص يلك مش لايق اي علامة خالص ان انت بتبزل مجهود. التمرين السهل يا شباب ما بيجيبش نتيجة. دي رسالة انا حاولت ان انا اوصلها عشان خاطر الناس تستفيد وتخلي بالها عشان خاطر الناس اللي بتقعوا تتمرهم فترات طويلة ويلك تلات شهور وست شهور ما بلايش نتيجة. لازم تتعب وتشقى يا بطل عشان خاطر تتلقى نتيجة. اشوفكم فيديو تاني قريب ان شاء الله. تتسوش بقى شهروا اللايك والحكرة الحلوة بتاعاتكم دي. يلا السلام عليكم.